انه هي صادرت مني عقلي اللي هي؟ العمامة وانت تصير مثل الببغاء ملقا بمجموعة من النصوص والأدبيات التراث الديني الغيرة وانت دائما تسأل ومطالب ان اتجاوب هسا انا هنا اسأل لا اتهم يعني انت عندما تقول العمامة حولتني الى ببغاء يعني ليش تدب كل هذا على العمامة لماذا لا تقول انت ارتضيت ان تمثل دور الببغاء هل الدين لا يعطيك المساحة بشكل كافي بصفتك رجل دين على ان تقول رأيك بالطريقة التي تراها انا رح فتح الجهنم خلا اقول لك صديقي اصلا اصلا هو اي انسان رجل دين او يعني طبعا اكو ملاحظة دينية على كلمة رجل دين بس اوكي رجل دين او مرأة دين او اي متدين ناقل للنص الديني هو باللي قدامي يقول لك انا ما عندي رأي الديني يقول هذا يا با خلني شرب مي مو الديني يقول ما يصير خلني نشوف التليفون الديني يقول ما يصير خلني اسمع عغاني الديني يقول ما فهو ما عنده رأيه هو ببغاء هو ده ينقل ما ورد اليه فهو اصد التربية الدينية اصد التربية الدينية بتنشئ الدينية اتعلمك انه اوخر عقلك على صفحة اكو ثوابت و اكو نص اكو من يفكر بالنيابة عنك الدين يفكر بالنيابة عنك الديني يحدد لك الصح والخطأ الديني يحدد لك الفضيلة والرذيلة الديني يحدد لك علاقتك بزوجتك بأمك بأبوك بجارك بأخوك شنه يا لا تعم لذاتك انا رأيت منهم من يمتلك رأي ويعطيك رأيه شنو رأيه من المعممين ات تعتبر رأيه همان بذاك الوقت موجودة لقاءاتي باليوتيوب اطلع واسولف وليشوفني يقول فيلسوف وبالحقيقة لا انا ناقل لتراب طيب ماكو رجل دين لابس العمامة ويدعي انه رجل دين وبنفس الوقت يدعي بانه يفكر هذا رأيه انا يفكر نعم فيه اطار الدين ارجع اقول لك فيه اطار الدين هذا مو تفكير حر انا احشان التفكير بالمعنى العام خلينا نبقى خلعت العمامة لكن لم تخلع لقب الشيخ طبعا ليش اولا شيخ ماذا انت الان شيخ نفسي شيخ عمري اربعين سنة شيخ الرئيس بن سينة واحد من اهم من اثار الشك والجدل واحد من اهم الفلاسفة المسلمين صاحب اهم مدرسة بالفلسفة الاسلامية هو الشيخ الرئيس بن سينة اضف الى ذلك كانوا عشائريا همينة من عائلة شيخ عشائر فايا رافقتني من مراهقتي بالمناسبة يعني لا تنسى هذه رافقتني من مراهقتي لكن انت مصر انا واحد من يقول لي استاد غير احسن مدرش شكو يعني رافقتني انا ام تقول لي شيخ ابي يقول لي شيخ فمتعلم عليها يعني يعني مو انت قررت ان تغادر هذه المنطقة اذا غادرها قادرها كلها الشيخ محمد بن راشد هالمكتوم هس هو رجل دين هس انت تبوه بكيفة لا مو ابوه بكيفة لا مو ابوه بكيفة هذه مصطلحات تستخدم للناس اليوم ما اهدك لو اسوي البرنامج ساعتين ما عدي مشكلة هذه مصطلحات تستخدم عند العرب للشرفية احتكرت من قبل مؤسسة الدينية لا اصروا احتكر كما تشاء لكن اكو قضية خليني استفهم بيها من كلك انت لست متمرد على الدين او على الامامة فقط حتى عندما انتقلت الى السياسة وين ما كون انت متمرد حتى على نفسك على ذاتك بالضبط